مباراة أخرى اليوم كانت مباراة فرنسا وديرمارك مباراة صعبة جدا 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 عن منتخب الفرنسي كليان بابيه المتعلق سجل هدف الأول لمتخب الفرنسي في ديئة 61 وبعد كده كريستينسين مدافع بارشلونة سجل هدف التعادل للمنتخب ديرمارك في ديئة 68 الأمور تذهب إلى التعادل لكن كليان بابيه كان له رأي آخر سجل هدف أساني له وليل منتخب الفرنسي في ديئة 86 كليان بابيه بيقدم مستوى رائع في هذه البطولة هدف فيه المباراة الأولى أمام استراليا هدفين اليوم أمام الديرمارك وأداء رائع جدا ومبهر جدا من كليان بابيه سرعة كوة فعالية طاقة مش طبيعية أداء مش طبيعي كليان بابيه هو بيجري فهد بيجري وهو بيفنش رائع فوتورك مش طبيعي أداء ومروغات مش طبيعية كل حاجة كليان بابيه بيعملها لللاعب المتكامل المتكامل راجل ده غالبا سنة سنتين بكتير هيبقى أفضل لاعب في العالم لعدد سنين كتير قدام بيقدم مستويات مدهشة ورائعة ورائعة أداء مبهر جدا من كليان بابيه كليان بابيه سجل هدفين النهاردة وسجل ستة كرات وعمل مراوغات نجحة مرتين من ستة تمريراته النجاحة 28 من 31 تمريرها صنعت فرص للتسجيل صنعت ثلاث فرص للتسجيل أداء مدهش ورائع جدا لكليان بابيه النهاردة كليان بابيه أصبح الهدف التاريخي لفرنسا في كأس العالم بسبق أهداف متخطيا تيري هنري صاحب الستة أهداف ده رقم كبير كليان بابيه أصبح أكثر لاعب يسجل في عمر أصغر من 24 عاما في تاريخ كأس العالم متساويا مع الأسطورة البرازيلية بليبراسيد سبعة أهداف مبابيه وصل إلى الهدف رقم 31 مع منتخب فرنسا متساويا مع الأسطورة زين الدين زيدان سيوه الناندز أول مدافع فرنسي يصنع في مبراطين متلاتين عبر تاريخ مشاركات فرنسا بكأس العالم وفرنسا أول حامل لقب لكأس العالم ينجح في التهاهل إلى دور الستاشر منذ البرازيل في نسخة 2006 تعرفين العقدة اللي بيكسب بطولة بيجع البطولة اللي بعدها ويخرج من الدور الأول عقدة من 2006 شغالة على كل المنتخبات سيوه الناندز بالمناسبة عامل أداء رائع جدا سيوه الناندز ظهير اسي ميلان اللي عامل أداء مميز جدا مع ميلان الموسم ده والموسم اللي فات عامل أداء رائع جدا مع المنتخب الفرنسي في هذه البطولة ليفت باك يعني إيه؟ أداء دفاعي رائع أداء هجومي رائع بيعرف يسدد على المرمى بيعرف يلعب براسه كويس برضو ظهير متكامل جدا وأداءه رائع جدا مع المنتخب الفرنسي في هذه البطولة المترجم للقناة